اشتركوا في القناة وفي كل الاحوال وياك يا نصرنا ومع اللي رايتنا بنحبك يا قائدنا بنحبك على طول يا قائدنا بنحبك يا قائدنا يا نصرنا ومع اللي رايتنا بنحبك يا قائدنا بنحبك وحياتنا كريمة يا كائدنا هي بطل عظيمة بنحبك وحياتنا كريمة يا كائدنا هي بطل عظيمة يكيد وهو حضارة قديمة يكيد وهو حضارة قديمة يا نصرنا ومع اللي رايتنا بنحبك يا كائدنا بنحبك على طول يا كائدنا بنحبك يا كائدنا يا ناصرنا ومع اللي رأيتنا بنحبك يا كائدنا شكرا جدا 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 شكرا لحظ جدا من قلعة الثقافة الجميلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحية عظيمة لكل مبدع مصري على أرض مصر ولكل مبدع على أرض الوطن العربي ولكل مبدع في العالم فالمبدعين خير الإنسان على وجه الأرض المبدع والمثقف اختاره الله لينشر الخير والسلام والأمام تحية للقيادة السياسية العظيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق الأمن والأمام الحقيقة كل امرأة مصرية كل امرأة مصرية تعيش في أمن وأمان واستقرار على أرض هذا الوطن بتشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أرجوكو عايزين نحي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عايزة أقول لكم أنا مصرية ابنة هاجر المصرية خلقت قوية بإرادة ربانية أنا مصرية الأم أم عربية هاجر المصرية بالعزم والإرادة مروية أنا مصرية وكيليو باترا ملكة الحب والرومانسية أنا مصرية مولاتي 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 الصعيدية وجميلة رينفرتيتية أنا مصرية توجدت على عرش الحب وعرش الرومانسية أنا مصرية أعشق السلام وأعشق التنمية أنا مصرية تحية ليكم كلكم رواب معرض القاهرة الدولي للكتاب تحية للعظيمة مصر أم الدنيا العظيمة مصر أم البلاد وأم العباد تحية لمصر الجميلة بشكركم جدا والأمي دي في أي مكان هي هدف كبير جدا وهي علم هي علم مهم جدا في حياتنا فلأمي أبعث لها تحية وأقول لها هدف عندي هدف عندي راهم علموا بي نحلم من شوفك يا العزوز علم هدف عندي ونحلم به وما نخفيه بكل شجاعة الكم نحكيه أحلامك يا يمتنا ليه أنت هي الأم أساس الدنيا والعالم أعطك ربي ونامت على الشمي يزيدك من العمر ويكرمي الله عليك قادر يحميك يا يمي ويبارك لي فيك ادعيك يا يمي يزيل الهم ويا ناري ويا ناري علي ما لا أم وناري علي عنده هي هو مفاهم رضاها هو الركن اللهم أصحى يا غافل من لازم تزيل الهم وتسعى نين الشمل تلم هدف عندي راهم علموا بي لح لم نشوفك يا العزوز علم هذه هي الأم هذه هي الأم الأم التي تعطي الأم التي كل ولد يقدرها يراها علماً يرتفع إلى السماء كل يوم عوزها الناس كلها تقول هذه الست دي أمي فعلاً لما أقول الست دي أمي أنا أفتخر بهذه المرأة من مطروحي الجميلة لنا عاشقة للصحرة الغربية ولينا مبدعة نستمع إلى أشعارها وجمالها وخطواتها فهي لا تحب أن تقول أشعره هي في مكانها يعني ريحة يا بلطفة السلام عليكم هقول فصيلة من الوادي بحمل سبيل الحلم في الكفين وطوء أغدر بغصن زتون مبين شطين مبين الموجة والتانية خطاوي كتير ومركب حلمها ترسى لبر قريب من دحكة السيرين وأنا والنجم نسامر أمر في عيون ضياها الفجر والضحى والضهر فرض عالليه نسي عهدنا بالأمس بالأمس كان الحلم قريب جداً لكنه بعيد يعيد فينا الحنين في الروح ويرمي بطوق بعيد للنوح يا نوح يا أول الرحلة ارسي بركبك على باب القصيدة واحمل الحرفين من زمن الخطيئة وباكناك البعض أرحم من زيك الحقيقة الله عزيزة الله عزيزة الله عزيزة ارسي بركبك على باب القصيدة ما بتفوح عزيزة بيتفوح عبرها للزمان لما غابت شمسهم في عزيزة النهار لما النهار يعود يحكي حكاوين القديمة بتطل من شباك بعيد بتصح شيء من عمري فات وتقول لفجر النور تسابيح الصباح ساعة مغيب الشمس بيه حين الأزان والأزان غايب رغم الانبهار تجمعنا دحكة تدمع عيوننا من الفراء والحنين المر في مر الزمان فاكر جدار الروح وأحلى من البريئة وأيام صبانة ولمتنا الجريئة والربيع بيهدي العطر البعيد يطمننا يشبك الإيد اللي فرطت عقدها أو عهدها تنسى وتتناسى أصلها سابع ببان الحلم وصانا النبي ما تقتلوش الروح فأول عهدها ولا تسرقوش الدحكة وهي مهدها ولا تنسى يوم رحت الكفور وهي مدى ضلها على بيت قديم ضم يوم حلمها شكرا 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 للشاعرة الراقية الجميلة ريحاب لطفي ناخد دايما المرأة متحيزة للمرأة مثلها ولكن حقيقة أنا أعتز جدا بوالدي فهذا الرجل رحمة الله عليه جعلني أحترم كل رجل أراه يعني فنعم أولاد فأنا أبعث له يعني حبي واعتزازي ورحمة الله عز وجل عليه وأقول على بكراك مضى كم عام أب الغالي وانا بنعيش على بكراك يخيل لي في يوم تعود ونشوفك يا ضياعيني مشاعر مشاعر لا تفارقني تداعبها مش الإدراك تحسسني بغلاك عندي أحقك بعض أحلامك وطال الليل وانا برجاك أقوم من نومي ونحكي على وصافك لأحفادك وعن حسنك وعن لمحة خجل حلاك حبيب قلبي رحمك ربي وفي جنة الفردوس مثواك اللهم أمين ويعني أحيي الأستاذ صالح شرف الديل ونسعد أن نستمع إليه في قصيدة الفصحة بحضر أحيي أبينا أستاذ صالح ما هي لك يا بعين معصوبة أرض العرب لا العرب ولا خروبة الحقيقة الفصحة ربنا كرمها بأنها جعلها لغة القرآن والفصحة أصلا لهجة قريش فكل اللهجات الموجودة هي تطبيق للفصحة أقول ابن عربي يقول المكان الذي لا يؤنس لا يعول عليه فأقول أقول لها أقول لها شاخ الزمان ولم أجد عندي سوى ساعات عمر واهية لا ترتجي عكاز آمال مضت لا يهدي يوما خطوها ضوء ضئيل ينبعث من عين ملهمة ترى إلهامها وزرا جند قولوا لها قولوا لها إن الهوى ما زال مشبوبا يشب فالحب منذ النظرة الأولى لهك والهمسة العذراء لم ينضي لمخدعها العطب والنظرة الولهى بعمق القلب لم تنضي ولم ترحل لساحات لسلوان تداوي من يرى في ساحة النسيان طب قولوا لها قولوا لها إن ميت محروما من القرب الذي يشفي يداوي جرحا خور محب فأنا شهيد في الهوى يشكو زمانا قد قسى يشكو محبا لم يزل مستسلما لرياح أخضار تهب إن كان مثلي في الهوى كم ينتحب فاكتب لنا لخية بجنات المنى اكتب لنا يا ربنا فالرب رب فالرب رب ونقول ما تشكافه الصاحب اللي خوان بين أصحابها عندي نصوح عليك ما تشكافه لما تعده الصاحب اللي خوان زي موده الصاحب صحيح يبان وقت الشدة دونك يصبي له وطيح أركابه وصاحب جميله يحفظه ويرده وصاحب عليك العين ما يرضاقه وصاحب المصالح نيتا مسودة بشينتا فعالي جيك ما تحسابه لأولاد الأجوان ما في نده وديما بقول الخير في الصهرابة وديما بقول الخير في الصهرابة وحد عطيب العازم كان تحدي فيسا عليك يبان كلها طابة وهناك فرق بين الجفا ومودة وبين التعالب وبين هالي ديار عمان 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 نقول ما تمشي للصاحب اللي هازم أعزوم هزي وشكي لربك خير ما تشكي لصاحب الجاه السر يبطح بابه وإذنك صدرك اليوم نشيله وبين الخلايك دونك ينبه هذا عطيب العرب تلقى عليه دليلات زيد أكدار ورود زيد خيافة عطيب العرب تلقى عليه دليلات زيد أكدار ورود زيد خيافة ودنياء تعلي في نفوس نعيلة وتزهم على الضلين والكذابة تخلي من اللي ذي راس العيلة وتقلب على اللي ذي سمحة وجابة وما منع رب فيهم اضطاع أصيلة وكانوا في زعل الجار يوم ارهابة اليوم تمقوا تحت راية ويلة وما عادليهم كي زمان مهابة شي نك زمان ومال شي نك ميلة خلّى حياتي الناس كيف الغابة وما تشكافة وسلمتوا برقبوا كي زمان مهابة اليوم والشام العياء الحقيقة يعني أبدأ يعني أسعى عالم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على السيدنا ورسول الله يرى لكل أحياء الرغيدة لشعب المصد العزيز ولكل أبناء في واقع العربين اليوم جائين لهذا المحرجات وهذا المعرب ونحن اليوم في عز البادية ونتشرف بأن أصولنا بادية ويقال إن من البيان دا سحر وإن من الشعر لحكمة اليوم رفقة قوتي الليبيين وعلى أرض مصر التي تحتضن كل العرب وكل المسلمين فهي ملاذ المستضعفين وأرض المفقفين ورادعة المتربسين نسعد بأننا اليوم على هذه الأرض ونستمع رفقة خوتنا الذين دعونا أن نتحدث على هذه الأرض وإلى كل الحضور فنتمنى لكم أوقات ممتعة في هذه الأجواء الممتعة والشيء من مهتاه لا يستغربه هكذا هي مصر وهكذا هم شعبها وفي سفاء متكاملة ومتنوعة وشعبها دائما يستقبل دون غيره من الشعوب يستقبل الآخر ويرحب بالآخر وهذه ميزة لا نجدها إلا عند المصريين تحياتي لكم جميعا وسعيد جدا بلقاء هؤلاء الأحباب وهؤلاء الشعبات ترجمة نانسي قنقر